طبعا مصر شارك فيها كان عنده أول مباراة أمس مع الإمارات الحمد لله فوزنا فوز كبير على الإمارات الحمد لله برصيد كبير 94-46 يعني تقريبا فرق خمسين نقطة هداف المباراة كان على الإطلاق برصيد 14 نقطة لعبنا عمر طارق أو بيج أو لعبنا لعب الارتكاز النادي الأهلي برصيد 14 نقطة جيب وراه على طول عمر الجندي وعمر زهران برصيد 12 نقطة أما أهب أمين برصيد 9 وكريم حاتم لعبنا أو البوينجارد برصيد نقطة واحدة طبعا دواء البدرة المديرة الفني التولى المسئولية خلفا لرويرانا بعد ما اتحاد المصري ما جدد لهش عقده عشان يعني تمسكه بوجوده مع يعني الفريق الياباني اللي بيمرانه بجانب منتخب مصر طيب اللذكور اللي أنا شايفه 14-12-12-9 كده وهكذا دا يدل والرصيد وصل لـ 94 نقطة دا يدل لك ان الاسكور متوزع على كل اللعبة من الجميل ان شفنا عودة عمر الجندي تاني للمشاركة الدولية لسه بدري عمر دا كان رأينا وقت ما اعتزل اللعبة دولي لسه بدري شوية عمر جندي قصدي طبعا عنده يعني كتير لسه يقدمه مع منتخب مصر برضو منذ لحظات يعني عمر زهران نتعور او تخبط وخرج من ارض الملعب نتمنى ليه الشفاق بنحاول طيب انا برضو عايز اقول يعني هو احنا حاولنا نتواصل في ارض نتأكد منه ويا رب ان شاء الله هو تشخيص المبدأي يا رب يكون غلط يعني احنا بنحاول نتطمن عليه هو طبعا تشخيص المبدأي من قلب الملعب اللي جاي لنا انه اشتباه في صليبي فطبعا دا خبر اكيد حزين جدا يعني لكل اشاق عمر زهران ويعني فريق كرة السلة في النادي الاهلي ربنا يا رب يتبقى يعني خيب ظننا وما يطلعش جدا بس احنا تواصلنا مع الجهاز الفني واللعبين في الملعب والناس اللي موجودة في الملعب هو للأسف اشتباه في ذلك اللي يحدده طبعا احد الطباء الكبار في هذا المجال واشاعة الامر اي او الرانين المغناطيسي اللي دايما يعني اللعبة بتكرهها بتكره الاسم ده يعني واحد من الناس لما كانت قال لامر اي كنت تدقى قوي حتى لو تتقل بهزار لانه الحقيقة دي بتبقى يعني مرافقة لها واجع واصابة وتلج وعلاق طبيعي ربنا يا شفيك عمر ان شاء الله بسيطة حتى لو دي ست شهور انت لعب عندك ارادة ولاعب قوي تستطيع ان انت يعني تعود بقوة ولكن يعني عندي كومنت بسيط بس يعني رفقا باللعبين يعني حرام يعني عمر زهران وكل رفاقه الحقيقة مضغوطين في النادي القلي بشكل كبير جدا وانا برضو زي ما قال لانا على عمر زهران قال لانا على فرق الكورة قال لان جدا جدا على كل فرقة الكورة بصراحة يعني انا جاي في النهاردة في العربية وانا جاي على الحلقة بفكر بقول يا جماعة يعني الله يكون فهنا اللعيبة النهاردة بطولات حجمه بطولات كبير جدا الوقت الراحة انت بتشارك فيه مع منتخب مصر برضو انت فاتح باور على آخر عشان تبقى ليك وجود مع منتخب مصر فانت ما بتريحش رب يا عمر ان شاء الله تبقى صباح بسيطة ولكن رفقا باللعبين يا رب اللعبين تريح انا نفس اللعيبة تريح مش كله يعني انت زمان تشفتوا لعيبة النادي الاهلي والله ثلاث سنين ما ريحه فيعني انا ما عنديش حاجة اقولها ولأ وبقى موران دقباف كمان تري اون تري اللي بيشارك فيه كل اللعيبة النهاردة تري اون تري بيلعب فيه ولعبية منتخب مصر يا جماعة صعب مفيش حد يقدر احنا مش مكان واللعيبة مش مكان انت بحتاج تفصل جسمك ليه حق عليك والهايلود اللي على طوله انت شغال فيه ده يعني بعد الشر بيكون نهايته مش لطيفة ان شاء الله نتأكد ان عامل زهران بخير يا رب هو ده التشخيص اللي جاءنا اسف ان بقول كده ولكن ده التشخيص اللي جالينا من ارض الملعب ولكن اكيد هنتحقق بعد الامراي ونقولكو ده في اول حلقة باذن الله